موسيقى وهو كما يعلم الجامع ان السفري هو ابن الفارق هادي من جهة مجهة اخرى وراكم بزاف دي التجارب اللي هي تجارب فالالغو نيفو مش يزعمه شي حاجه هاوي ولا شي حاجه لعب فالبريمر ليغ السفري كما كيعرف جامع انه كان هو كان هو المساعد ديال غريضو وكانت كتبان للمسة ديالو كان كي يخدم على المنطع ديال اللاعبين ديال فارق الراجاء وكان كنا كنشوفو لاف الماتشات كامل اللي دووز معنا السفري العودة ديالو احنا ماشي مور حبا ولكن ما نهار ليسمعنا ان السيقالة ديالو ما مكنش ما ما بغناش انه الساقل بالعكس احنا في حاجه الى الاطار اللي كيكونوا ابناء الفارق حاجه كل شي كي يعرف ان ابناء الفارق هم اللي كي هزوا الفارق ديالهم ماشي غير في المغرب ماشي غير في سميتو في نيفو نحنا في بوطولة الوطنية ولا فريقيات نحنا في البريمير ليغ راكين مثلا مانشستر اونايتد عندهم سولشكاير وهو اللي قام بالريمونتادة ديالهم وماللي هو اللي عاود وقف الفارق على الرجلي اللي كنت منوه مع السفري ومع السفري ان شاء الله سيكون كل شي مزيان ومدرب جديد نتمنوه منوه الخير تاوي ان شاء الله ويلعب ديال الراجل اللي كيعرف الراجل اللي كيعرفوه الجمهور راجاوي بصفة عامة اللي هو العب الاتيني وكنت منوه التوفيق للفارق الرجاء البيضاوي في المسيرة دياله لاف البوطولة لاف كاس العرب لاف الكاف شكرا بالنسبة لي انا اول حاجة بيت نتمنى التوفيق ان شاء الله فريق الرجاء البيضاوي والعابة ان شاء الله كان نسافت لهم واحد الرسالة كان نقولهم كونه رجال يعني واحد لسفر كشفناها يعني في برمية ميتو يعني الحمد لله اعطى النوح تحفيز وباقي ان شاء الله هدف باش نجيبه تعادل وباقي الهدف الثالث باش نجيبه تأهول ان شاء الله يعني بالنسبة لي نحن تحفيز الكبير اللي اعطى شوحنا اللاعبين هو يوسف سفري يعني ويد الفارق يعني هدك صفر دياله مع الفارق وعدم السيقالة دياله كتعطي واحد شوحنا كبير اللاعبين بالنسبة لي انا كنشوف ان يعني سفري يعني لاعي في المستوى دوز يعني مدوزش مع الرجال قليل يعني دوز مع محتيتها القديم يعني اللي كل شي كتعرفوا يعني للميادية المغربية للميادية الاوروبية يعني تبارك الله سفري يعني كباليا يعني هدك اكبر دليل انه يعني حب الفارق يعني انه صفر دياله مع الرجال يعني حب رغم الكثير من الانتقادات التي ستجعل الفريق صراحة نرى فريق أرجع بيداوي رغم العراقين ورغم المقابلات الكثيرة فهذا لأن الفريق ليس فريق في المستوى ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن الأمور تكون بصريح فريق أرجع بيداوي ويحاول إصابة ثانية وإصابة ثانية لتجعل أنه يتأهل إن شاء الله عما من ناحية فريفة هو دافع قوي بالنسبة للفريق فعنده واحد دور كبير لكي يكون واحد دافع قوي باش يحاول بأمكان يحفز اللاعبين وكي يكون عنده واحد شخصية واحد إيرادة قوية فكان نظن هذا يعني فحداته يعني إنجاز بالنسبة للفريق فصراحة فريق أرجع بيداوي رغم الفريق في المستوى وكنت لبليها الانتصار إن شاء الله بحول الله وكنت لبليتشوفيق السلام عليكم بخصوص العودة دية سفري وعودة مزيدة لأنه كون بقينا بالمدرب اللي جاء ما يعرفش المنظومة باش كتلعب الراجا وصعيب باش يكمل باش يدي البطولة من الأحسن ده بس فريق عارف شنو كين وعارفش كل الخالة للضعف والقوة دية الراجا من هنا رأيه هنا كي سهل ممورية المدرب جديد وكما داروا معاها هاد الاتفاق هذال الشهور إن شاء الله يكون خير وإن شاء الله هاي لبقينا غاني باد باد المصار مزيان إن شاء الله غايكون إن شاء الله البطولة وعلى شلة الكأس نتعهلوا إن شاء الله لدور نيس النهائي وكنت منه لها حد موفق وديما راجا العودة ديلي يوسف سفري هو إبن الضهر ويوسف سفري كما نقوله إضافة ديال نادي راجع البيضاوي لأنه بالنسبة لي أنا بين قوسين فهو كوتش منطان لأنه عنده شخصية وكاريزما وكي سهل عليه أنه يتواصل مع اللعبة اللعبة يسمعون منه فبالنسبة لي هو ماشي عودة كانت تخده كما نقوله أسبوع ديال الاستراحة ومن بعد جاكي مرس المهام دياله وسفري هو إبن الضراجة